السلام عليكم شابي بازينة إن شاء الله كام تكونوا بخير وإن شاء الله كام تكونوا على خير ورمضان كريم وكل عام وانتم بألف خير اليوم راح ندخلوا حصة رقم 53 من سسلات الحصة القصيرة في مادة الهندسة الكهربائية في هذه الحصة سوف نتطرق إلى ملخص القوانين المحاولات هذه الحصة جمع لازم تشاهدوها من بداية حتى النهاية واليوم راح نشرحكم بالتفصيل لكل تجربة تجربة القصر وتجربة الفراغ وتجربة الحمولة بإذن الله كل شيء واللي سهل معايا تابعوني بنسبة الحصة الماضية تطرقنا إلى حصة 52 وشفنا مبدأت عن محاولات نتمنى ليدخل الحصة هذه لازم يرجع الحصة رقم 52 إذا حابت واللي مبدع تبعني وما تخافش فاصل ثم نواصل بنسبة الحصة الماضية وصلنا إلى ثلاث تجارب تجربة الفراغ وتجربة الحمولة وتجربة القصر وهذا وش راح تهمكم سطحيا اليوم وش راح نشرحوهم تفصيليا وحتفهمهم مليح 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 وثاني حاجة جماعة وش راح ندلو اليوم احنا ملو ورقات تعملوا ملخصات الخاصة بالمحاولات هذه الوثيقة كاملة احنا ملوها اليوم وتفهموا كل شيء بالتفصيل عليها وش لازم تجيبوه؟ تجيبوه ورقة بيضاء ومعها قلم ولازم تجيبوه كاس جيبها تكونوا مركزين واتونسيو تشاهدوا هذه الحصة وانتم صايمين هيا جماعة من بعد هذه الورقة وش تكتبو فيها تكتبو فيها الملخص لاحنا نكتبوه معكم هذا الملخص هذه الوثيقة لحين تلقوها في الرابط تلقو في الصندوق الوصف جماعة رحوا صندوق الوصف تلقو رابط تحدي الورقة وطبعوها وكملوا النقاط لها موجودة في الوثيقة هيا جماعة نبدو خدمة انتعنا اول تجربة جماعة زينالح نبدو بها هالي هي تجربة الفرق قبل ما نكملكم الرسم لازمني نفهم حاجة وش هي المقادر الكهربائي المهمة التي يجب قياسها وش هي المقادر اللي نحتاجها في هذه التجرب جدا عندي مقدار عندي ثلاث مقادر المقدار الاول كيف نقيس شدة تيا كهربائي ما كوني نقيس تيا كهربائي اللي هو جهاز اون بيرميتر مثلا عندي هذه وشعة ملف الاولي مربوطة ما بين فاز والحيادي ان اذا كيف انوصلوا جهاز اون بيرميتر طريقة بسيطة جدا اذا جهاز اون بيرميتر يوصل على تسلسل طرف الاول يربط بالطور والطرف الثاني يربط بالطرف الاول للوشعة هذه هي طريقة القياس التيار للوشعة إذن جهاز أومبير متر باش نربطه نربطه بطرف واحد للوشعة والطرف الثاني يربط بالحية المقدار الثاني لازم نعرف نقصه هو توتر الكهربائي مش كون نقص لتوتر الكهربائي اللي هو جهاز فولت متر إذن هذا الجهاز فولت متر كيف نركبه؟ نركبه على التفرع بين طرفي الوشعة مع أنت الطرف الأول تاع جهاز يربط بطرف الأول تاع الوشعة والطرف الثاني تاع الجهاز يربط بالطرف الثاني للوشعة وكأنه يربط ما بين فاز والناتر هذا بنسبة جهاز فولتا متر المقدار الثالث مهم وهو الاستطاعة الفعالة شكوني قيس لي استطاعة الفعالة اللي هو جهاز واط متر كما كنت لاحظوا جهاز واط متر في أربع أقطاب كيف هركبوه ونقيسوا الاستطاعة الفعالة بين طرفي الوشعة طريقة كذلك بسيطة جدا إذن هذا الواط متر نصله على تسلسل إذن القطب الأول و القطب الثاني يربط على تسلسل مع الوشعة وكأنني قطب الأول رابط بالفاص و القطب الثاني يربط على تسلسل مع الوشعة إذن في هذه الحالة وقصة واط متر يقصة تيار بقال يزوج أطرف هذا نربطهم على تفاروة كأنني حنجسد جهاز فولتا متر إذن هذا الطرف الثالث نربطه بالفاص بهذا الشكل وطرف الرابع نربطه بالفاص بهذا الشكل إذن جهاز واط متر وش يدير يقصة التوتر ويقصة تيارة وكوزفي ويدير عملية الجودة بيحسب الاستطاعة الفعال هذه هما المقادر الثالثة وهذه هي الطريقة تلقيسهم وهذه هما الأجهزة الثالثة كيف نوصله هنا هذلك نكملوا تجربة الفرق قبل ما نزلوا نكملوا تجربة الفرق قاد يجيك سؤال يقولك أكمل تجربة قياس تجربة الفرق وش رح نديره رح ينفهموا تجربة الفرق وش رح يصير فيها داخليا ركزوا معي جمع الزينة أول سؤال نزله روحي وش هي الخطوات اللي نطبقها في تجربة الفرق الإجابة حتكون بسيطة إذن كما كم تلاحظوا ملف الأولي رح نربطه بمصدر متناوب هذا المصدر قدره 220 فولت كما توطر أولي أما ملف الثانوي وش رح نديره نفصله له الحمولة بهذا الشكل كما كم تلاحظوا هنا حمولة مفصلة على ملف الثانوي وأصبح ملف الثانوي دارة مفتوحة إذن تيار هنا في هذه الحالة وش يساوي الصفة من بعدها جماعة كنغضي ملف الأولي بتيار متناوب نوبة موجبة نوبة سالبة في ملف الأولي وش أحمد لي خطوط حق المغناطيسية متغيرة تنتقل عبر دارة مغناطيسية إلى ملف الثانوي هذا الملف الثانوي رح يحولها إلى توتر جدي وبما أن دارة مفتوحة توتر كين ميت تيار مكانش إذن في هذه الحالة وش نقوله لتجربة الفرق يرمز لتجربة الفرق بصفر أي مقدار يزيد له رقم صفر أعرف بلي هذا المقدار مقاص في تجربة الفرق إذن بما أنه في الملف الأولي عندي تيار أولي وتيار هذا ضعيف وش نسميه هذا تيار وبما أن هذا الملف يتغذى بالتوتر هذا التوتر تسميه وبما أنه يساوي ميتين وعشرين ضغط نفسه توتر اسمي الأولي نعود نسميه وبما أنه كين تيار وكين توتر لازم يكون عندي مقدار ثالث اللي هو الاستطعابي للملف الأولي في تجربة الفرق إذن نقدر عندي مقدار ثلاث مقادر وبعنقصهم لازم لي ثلاث أجهزة وارحوا إلى ملف الثانوي في الملف الثانوي بما أنه دارة مفتوحة تيار يساوي صفر وبما أنه تيار يساوي صفر أكيد وبطبع الاستطعاب في الملف الثانوي في تجربة الفرق تساوي صفر واش بقالي في الملف الثانوي نقدر نحسب غير التوتر بين طرفي هذا الملف وهذا التوتر تسميه اوثنين صفر إذن قدر عندي مقدار هنا يلا يساوي صفر عندي ربع مقادر إذن في هذه الحالة نحتاج ربع أجهزة إذن وش نديره نحتاجه جهاز فولت متر واحد بها نقصه التوتر الأولي اللي ومئتين وعشرين فولت نحتاجه جهاز أومبيرâte ونقصه التيار الأولي في تجربة الفرق وهو تياع ضعيف جدا ونحتاجه واتمتر ونقصه الاستطعاب في ملف الأولي في تجربة الفرق أما بنسبة للملف الثانوي واش نحتاجه نحتاجه جهاز فولت متر فقط محتاجه جهاز أومبير متر واتمتر بس كثيرا هذه يساوي صفر من بعدها ركب هذه الأجهزة إذن جهاز فولت متر يوصل على التفراء إذن فولت متر وحد هذا وشي يحسب لي يحسب لي التوتر الأولي أما جهاز أمبير متر يوصل على تسلسل طرف الأول يربط بالطور وطرف الثاني يربط بمدخل وشعة إذن هذا جهاز أمبير متر يحسب لنا تيار الأولي في تجربة الفراء أما جهاز وات متر يوصل على تسلسل مثل جهاز أمبير متر طرف الأول مربوط بالطور وطرف الثاني بالقطب الأول للوشعة ومدخل الثالث والرابع يربط على التفرع أما جهاز واطمتر يربط على تسلسل مثل أمبير متر قطب اللي هو القطب الثاني نربطهم على تسلسل أما القطب الثالث يربط مع الطور والقطب الرابع يربط مع النتر إذن هذا واطمتر وش هيقيسنا رح يقيسنا بي واحدة صفر هذا بنسبة الملف الأولي بنسبة الملف الثاني ونحتاجه فولت متر فقط بها نقيس التوتر الثاني في الفرق إذن هذا نربطه على التفرع وهذا جهاز فولت متر يحسب لي 2 صفر وهذا التوتر سيكون أعظمي ويكون أكبر بقليل من 24 فولت ممكن تلقى 24 ونصر 25 فولت 26 فولت إلى آخر سيكون أكبر بقليل من توتر الثانوي الإسمي إذن وش هو الهدف من تجربة الفرق؟ الهدف من تجربة هو حساب الضياءات الحديدية إذن كيف نحسب الضياءات الحديدية؟ إذن نشرت هذا الجهاز واطمتر هذا المقدار بي واحد صفر لمددول واطمتر هو مقدار ضعيف ويمثل ضياعات الحديدية إذن وش نقوله تجربة القياس في الفرق تحسب لنا ضياعات الحديدية حيث الجهاز هذا الواطمتر في تجربة الفرق يعطي لنا ضياعات الحديدية بارتا فرق ثاني حاجة كما كم تلاحظوا توتر الثانوي في الفرق سيكون توتر أعظمي وسيكون أكبر بقليل من 24 فولت على حساب الوثائق الصنع اللي يعطيه لك وإث عشرين جماعة ولا إثنين صفر هو توتر الثانوي في تجربة الفرق ويسمى التوتر أعظم مع أنت توتر الثانوي أكبر قيمة يوصل لها هي في تجربة الفرق من بعدها جماعة هذا جهاز بي واحد صفر يحسب لي ضياعات الحديدية هذا يحسبها بطريقة تجربية مين نقدر نحسبها بطريقة رياضية إذن الاستعابي هي استعال فعالة استعال فعالة ماذا تساوي توتر في في ملف الأول مغذى بتوتر وتيار الذي يمتصه واحد صفر واستطاع التي يمتصها بواحد صفر إذن ماذا تساوي توتر الأولي في التيار الأولي في الفرق في حيث حيث يسمى معامل استعاف الفرق قد يجيكم سؤال ويطلب منكم حساب معامل استعاف الفرق إذن ماذا يساوي يساوي اليضايعات الحديدية على التوتر الأول اللي هو عادة مئتين وعشرين على تيار اي واحد صفر. وهنا يكملنا تجربة الفراغ رحو نكتبوه في الملخص انتعنا. هاي اجمع رحو تجربة الفراغ. اول حاجة يرمز لتجربة الفراغ يرمز لتجربة الفراغ بصفر. اكتبوا معي يرمز لتجربة الفراغ بصفر. اي مقدار في صفر معانتها هذا المقدار موقاس في تجربة الفراغ. من بعد اعطاكم هذو ربع الاجهزة قيكم سميهم وكملوا ربط انتحهم. اذا هذا الجهاز الذي يجي على التفرق هلو جهاز فولت ميتر واحد. يربط بين الطور والحياد. وهذا جهاز فولت ميتر واحد ولا حسب لي. يحسب لي توطلم الاولي. ولا توطر فالفراغ صفر. كما قلنا نعم في فريقيا عدد اما الجهاز الثاني بلون الازرق. هو جهاز اومبير متر واحد ما يربط على تسهل. وهذا واحد يحسب لي التيار الضعيف في تجربة الفراغ.اما الجهاز المتبقي هو واط متر واحد هذا كيف نربطه نربطه على التسلسل وقطب هذا نربطه على التفرق واط متر هذا وش يحسبنا يحسبنا بي واحد صفر وعرفنا بي واحد صفر هي نفس الضياعات الحديدية كي جيك سؤال يقول لك وش هو القيمة اللي يمدها هذا الواط متر تقوله يمد لي بي واحد صفر ونقصد بها الضياعات في الحديد متسبب فيها الدارة المغناطيسية اللي موجودة داخل المحاول في الملف الثانوي بما انه تجربة الفراغ كيف تعرف تجربة الفراغ كين جهاز واحد ولازم يكون هذا الجهاز فولت مثل حذري لو كانت لديه امبير مت معناها تجربة القصر اذا هذا الجهاز وش هو هو في اثنين نربطه على تفرع بين الطاورة والحيادي وهذا وش يحصل بي اثنين الصفر هذه هي اكمال تجربة القياس الفراغ كي يقول لك سؤال كمالها روحوا لبعدها لبعدها لازم نديره تجربة الفراغ وش هو الهدف من تجربة الفراغ الهدف الاول هو هو حساب ضيعات في الحديد وضيعات الحديدية كذلك يسموها الضياعات المغناطيسية وكذلك يسموها الضياعات الثابتة غير متغيرة لانه رقائق الحديد ما تقدش تبدل فيها داخل على هذه الضياعات ثابتة نهار يقول لك مثلا محول الضياعات الثابتة تسوي خمسة واط انه يقصد فيها الضياعات الحديدية اذا وش نقولوا الجهاز بي واحد صفر هذا وش يساوي يساوي بيرتفر اذا تجربة الفراغ تحسب لنا الضياعات الحديدية هذا الهدف الاول رحوا الهدف رقم اثنين الهدف رقم اثنين وهو حساب نسبة التحويل في الفراغ اذا نسبة التحويل ننظرها ام وبما انه فراغ ننظر الصفر نكتبها ام الصفر في السنة الماضية شكتوا نسبة التحويل تسوي توتر ثانوي على توتر الاول هذا اللي قلتها السنة الماضية نسبة التحويل كيعد محول مثالي محنا وش نحن نصوم محول حقيقي معناش محول مثالي في الواقع اذا في هذه الحالة نسبة التحويل ماذا تسوي توتر ثانوي في تجربة الفراغ على توتر الاولي اذا ام زر ماذا يساوي يساوي اثنين صفر على او ا وكذلك يساوي او اثنين عدد لفات ملف الثانوي على عدد لفات ملف الاول وتساوي كذلك قوة الكهربائية المتحرضة او ثنين على قوة الكهربائية المتحرضة او ا ا هنا يا جمعا كملنا الهدف الثاني بعدها هو نروحه كما كم تشوفوا الملاقص انا قرب نكمل تجربة الفراغ وش بقنا بقنا المقادير المرجع بالنسبة للمقادير المرجع انا اعطيتها لكم في تجربة الفراغ بيسهلكم الحفظ القوانين والكتور القوانين المرتبة هكذا مكشح تلقوه اشكالي وهذا الملاقص سيساعدكم بزا في حلول التمارين اذا نروحه مقادير جديدة ليه مقادير مرجع في المقادير المرجع كان مقادير مرجعه الى الاولي ويرمزولها مثلا اير بي معانتها مقامل مرجعه الى الاولي وكان مقادير مرجعه الى الثانوي سيرمزولها السيكوندر اير اس جماعا نبدو في المقادير المرجعه الاولي اعطيتها لكم مكتوبة مباشرة في الورقة كي تطبعوها تلقوها مكتوبة مباشرة معانتها اقل اهمية معانتها القوانين اللي تركزوا عليها هي المقادير المرجعه الثانوي وكي تكملوا يأتي بقوانين المرجعة للأول واستهاصي ما تحفظوهاش ماشي تقولو استغانا كاذا ننسيها اوكي إذا المقادر مراجعة الأولي كانين ثلاثة واشي هما كان المقاومة المقاومة السيارة مراجعة إلى الأولي هذه المقاومة المراجعة الأول ماذا تسريه؟ إذا ماذا تسريه؟ تسريه R1 زياد R2 على M0 موربة إذا R1 واشي هي مقاومة ملف الأول مقاومة داخلي الملف الأولي والـ R2 هي مقاومة داخلية الملف الثانوي وهذه R1 و R2 هي تعطيها من طرف الصانع والله تحسبوها بطريقة فولت بفتيار مستمر وهذا سنشوفها في آخر حصة لهذا ما سنقلقكم به ثاني مقدار في المقادر المراجعة الأولي اللي هو المعاوقة المراجعة إلى P إذن XP ماذا تساوي؟ تساوي X1 هي ممانعة الوشعة كما درستها السنة الثانية اللي هي ZL إذن X1 ماذا تساوي؟ ممانعة الوشعة الداخلية تساوي L1 في أوميغا ZX2 هي ممانعة ملف ثاني وتساوي L2 في أوميغا على M0 مربع وبما أنه عندي مقادر مراجعة إلى الأولي عندي مقامة مراجعة إلى الأولي وممانعة الوشعة مراجعة إلى الأولي عندي ممانعة الكلية مراجعة إلى الأولي اللي يرمز لها ZP إذن ممانعة الكلية وش تساوي؟ عن طريق مثلث الاستطاعات تساوي R2 مربع P زايد XP مربع الكل تحت الجزء رحوا الأهم حاجة وش هي المقادير المرجعة الى الثانوي. هذا واحد تكتبوها انتما بيدكم. اذا المقدار الاول اللي هو اير اس. اير وش معتها مقاومة. الاس مرجعة الى الثانوي. بتشفو على القانون الجماعة. تسوي اثنين زايد ار واحد في ام زيرو. ركزوا معي منها. اس وش معتها السيجوندير معتها الثانوي معتها ابدأ ب اير ثنين. كي جي تتلف لك. ما بين ار واحد والله اكتب اير ثنين هي لولا. اذا تسوي ار ثنين زايد اير واحد في ام زيرو مربع. وبنفس الطريقة الكينا المعاوقة المرجعة الى الثانوي تكتب نفس طريقة الكتابة التاحة. بما ان السيجوندير نحن نبدأ ب اكس اثنين. تسوي ممانعة الوشعة اكس اثنين. زايد ممانعة الوشعة اكس واحد في ام صفر مربع. ام صفر مربع هو نسبة التحويل اللي عرفناها قبل. وبما انه عندي هذه اير اس و اكس اس. عندي زايد اس ممانع الكليا. ماذا تسوي؟ جذر تربيعي اير اس مربع زايد اكس اس مربع. وهذه كيفا جبناها؟ جبناها من مثلث الممانعات. اذا في المثلث الممانعات المجاور هو ال اير اس المقاومة. والمقابل هو اكس اس. والواتر هو الممانعة اي الكلية. وكي تطبقوا وكي تطبقوا نظرية في ثغر ساح تخرجكم بهذا الشكل. وهنا يكملنا تجربة اللولة اللي هي تجربة الفراغ. هاي اجمعها روحوا لي بعدها. اللي بعدها هوش هي اللي هي تجربة القصر. بنفس الطريقة سنضسوا تجربتها القصر. هاي اجمعها نحن نشوفه معي في تجربة القصر. قد يجيكم سؤال يجيكم اكمل تجربة القياس تا القصر. قبل ما نكملوا تجربة القياس. حابين نفهموش معانتها تجربة القصر. معانتها ما نتسرعوش نكتبوه المولا خاصة. بنفس الطريقة كما شفناها في الفراغ. اجمع روحوا تجربة القصر. راح ندير واحد الخطأ. راح ندير واحد الخطأ بها تعرفوه ليه لازم تجربة القياس ما نتسرعوش فيها. لازم خطوات متابعة دقيقة جدا. اذا يا جماعة شوفوا وش هح ندير ملف الاولي اربطه بمصدر متناوب كما كم تشوفوا اللي هو مئتين وعشرين فولت. والقصر شمع عندها ملف الثانوي نقصره بالسلك. اذا وش نديره في هذه الحالة؟ لا نقصره بالسلك. اذا ملف الاولي هتغضى مئتين وعشرين فولت. الوشعة هكتمدلها تيار متناوب وش هتتمدل لك خطوط حق المغناطسية متغير. هذه الخطوط حق المغناطسية طرح الوشعة الثانية والثانية تحولها الى توتر. وبما انه دارة مغلقة كاينة تيار شوف شا حصر هنا يا جماعة. هنا يا اطلف المحول. لماذا اطلف المحول? لماذا? لانه تيار القصر حيكون تيار كبير جدا ويطلف المحول. لذلك تجربة القصر خطيرة جدا قادة تتلف المحول في اي لحظة. على هذه لازم نتبع وحدة الخطوات. اذا وش هي الخطوات يا جماعة؟ ركزوا معين له. اذا ملف الاولي باش نربط ونربطه بمنبع توتر متناوب متغير. وهذا حيكون في الحالة ابتدائي ساوي زيرا فورت ونربطوها باش بالملف الاولي. هكذا. والملف الثانوي كما كم تشوفوا. ايوه نجيبوا نقطة هذو. ونقصروا ملف الثانوي عن طريقة السلك. اوكي. من بعدها اجماعة وش نقولوا يرمز لتجربة القصر بسي سي وش معتها كورت سيركوي. معنت اي مقدار ضد له سي سي وش معتها هذا المقدار مقاص في تجربة القصر. اي مقدار تلقى في سي سي معنتها من مقاص في تجربة القصر. من بعدها اه فالفي الدارة عندي اي واحد穀 سي. وعندي اي ا سي سي. وعندي بواحد سي سي. لماذا? لانه هذي الدار راح نربطها بمصدر متاني وبرح نزيده في معنتها كين تيار. وكين تواطر. وبما انه كين تيار وكين تواطر حتكون كينة استع. اما ملاف الثاني ويجمع في تجربة القاصر شوفوا السلك. سلك وشي هو تواطر بين طرفين. فرق الكومون ولا فرق الشوحنة يسوي زيرو فوت. اذا سلك وشي يسوي زيرو فوت. وبما انه تواطر يسوي السيفة. اذا الاستع بي اثنين سي سي تسوي زيرو وات. وش يحيك يبقى عنا? يبقى عنا غير التيار اللي احنا نحسبه اللي هو اثنين سي سي. اذا اذا في الملف الاول يا جماعة كده لازمنا جهاز لازمنا ثلاثة جهزة بس كون عندنا تيار وعندي تواطر وعندي الاستطاع. لازم امبير واحد وفولت متر واحد وواط متر واحد. اما بالنسبة للملف الثانوي ايش نحتاجه? نحتاجه امبير متر اثنين فقط. لانه تواطر الاستطاعات تسوي صفر. من بعد اجماعة كيف هنركبهم? جهاز امبير متر نربطه على التساسل طرف المربوط بالمنبع وطرف الثاني بالقطب اللول الوشعة. وهذا جهاز امبير متر شايح يحسبنا احيحسب لي المقدار اي واحد سي سي. اما جهاز فوت متر واحد يربط على تفرع. وهذا جهاز فوت متر واحد شايح يحسب لي احيحسب لي اي ان سي سي تواطر الاولي في تجربة القصر. اما جهاز واط متر فيها ربع اقطاب. وكيف هنربطوهم? قطب الاول وقطب الثاني حنربطوهم على تساسل. يعني قطب لو نربطوه بالفاص وقطب الثاني بالطرف اللول الوشعة. وهذا جهاز واط متر جمع اوشعة يحسب لي احيحسب لي مقدار بي واحد سي سي. بقال لي زوج هذو الاقطاب. اذا بما ان ربطت هذو الاقطاب بيحسبه التيار نزيد نحسبه تواطر. تواطر سيكون على التفرع. اذا قطب الثالث نربطوه بالفاص. والقطب الرابع نربطوه بالحياد. اذا هنه هذا الواط متر يحسب لي بي واحد سي سي. والجهاز اوامبير متر اثنين اجمع بما انه كين تيار راح نديره في وسطة سي. منها نقصر الملف الثاني ومنها نقيصه تيار اثني سي سي. اذا جهاز اوامبير متر هذا اثنين وش يحسب لي يحسب لي اثنين سي سي. من بعدها اجمعه وش لازم نديره? لازم نزيده في التوتر الاول تدريجيا حتى يتحقق الشرط. وش هو الشرط? لازم اثنين سي سي هذا اللي يحسبه لجهاز اوامبير متر لازم يساوي اثنين نومينال. هذا اثنين هو تيار اسمي. نحسبه بكل طريقة بسيطة. هذا اثنين نومينال يساوي استطاع الظاهرية على التوتر الثانوي. من بعدك يحسبنا مثلا القينا اثنين نومينال في وثائق الصانع يساوي اثنين فاصل خمسة اوامبير. اذا اوش نديره? نبدأ نزيده التوتر تدريجيا كما هنا قلبته واحد فولت. اذا تيار يروح الملف الاولي. الملف يحول تيار الى خطوط الحق المغناطسي متغيرة. خطوط هذي تروح للملف الثانوي. والملف الثانوي خطوط المغناطسي يحولها الى التوتر. هنا كين توتر. كما كم تشوفوا في الملف كين توتر من هنا ما كاش توتر بين طرفي السل. اوكي. من بعدها اجمعه وش نديره? بعد نحققه تجربة القصر وش نديره? نبقى نزيده تدريجيا. كي زيت واحد فولت وش يلقي التيار اثني سيسي يلقي توصف فاصل خمسة امبر. مزيت ما وصلتش تيار الاسمي. من بعدها اثنين فولت. كيف كيف ما وصل ناش? ثلاثة فولت. اربعة فولت. خمسة فولت. كي وصلت خمسة فولت اجمعه وش راكم تلاحظوا? اه اذا تيار اثني سيسي وش يساوي? يساوي اثنين فاصل خمسة امبر. هنا توقفوا. هنا انا وصلت تجربة القصر. لو كنزيد اكثر راح يتلفى المحاول. اذا احسن طريقة لتجربة القصر. لازم نزيده في التوتر الاول تدريجيا حتى يتحقق قانون اللي هو اثني سيسي يساوي اثنين نومنا. من بعدها هاجمعه وش هو الهدف من تجربة القصر? على هندي تجربة القصر. الهدف الاول هو حساب ضيعة مفعول جول. اذا شفتوا هذا الجهاز واطمترا. اذا بي واحد سيسي هذا الجهاز واطمتر المقدر اللي يمدوا لي وش يلقاهه? يلقاه هو وضيعة مفعول الجول. اذا تجربة القصر تساعدنا حساب ضيعة مفعول الجول اللي يتسبب فيها الاسلاك النحاسية. هيا نرجعو الملخص تعنا جمعه ونكمل تجربة القياس. كي يقولك كملي تجربة القياس دير هذه الخطوات. قبل ما نكمل تجربة القياس يرمز للقصر بي واش برمز سيسي مع تاكورت سيركوي. اي مقدار في سيسي معناتها مقدار في تجربة القصر. من بعدها نكمل هذا الثلاث مقادر. اذا هذو اجهزة جهاز الاول فولت ميتر واحد . نربطه على التفارع. وبهذا الشكل واشي يقص لي? يقص لي التوتر الاولي في تجربة القصر. و يقوله tsew في تجربة القصر يستوي توطر الاولي. كما نحنا وش قينا قبل نجينا خمسة فولت. اما الجهاز الثاني هو جهاز ويحسب لي يدي تياري اي واحد سيسي. اما الجهاز الثالث هو واط له7٠. يربط بهذا الشكل وش يحسب لي يحسب لي بي واحد سيسي و predيما يقدر ابو واحد سيسي هو نفسه ضيعة مفعول جود. رحوا الملف الثاني وبما انه تجربة القصر وشاح نديره القطب الاول القطب الثاني تعالى نقصرهم بسيك وببهن القيص التية لازمنا جهاز امبير متر لذلك نقصرهم بجهاز امبير متر اثنين وهذا جهاز امبير متر نرطه الطرف الاول وطرف الثاني وهذا الجهاز امبير متر موش يحسب لي يحسب لي اثنين سيسي واثني سيسي حي يستوي اثنين نومينة. هذا بنسبة تجربة القياس القصر. من بعدها جماعة رحوا نكملوا الملخص تعنا في تجربة القصر. واشي قلنا? يرمز لتجربة القصر بسيسي خدمناها. اهم الشي. بان ديروا تجربة القصر بان تفادعوا تلف المحاول. لازم زيادة في التوتر الاول تدريجيا حتى يتحقق الشرط. واشي هو? لازم اثني سيسي لا نقص فيه بجهاز امبير متر اثنين. واشي لازم يساوي? لازم يحسي أهدف. الهدف الاول هو حساب ضيعات بمفعول جول. ضيعات بمفعول جول يسمها كذلك حرارية. وكذلك يسموها نحاسية. ولا ضيعات متغيرة. اذا في هذه الحالة واش نقوله? في واحد سيسي الجهاز هذا كوش يحسب لي يحسب لي بيرد جول ضيعات مفعول جول. هذا بالنسبة الهدف الاول. اما الهدف الثاني كذلك كما نقص بها تجربة الفرق حساب نسبة التحويل. اذا نسبة تحويل اهم ماذا تساوي؟ تساوي اواحد سيسي على اي اثنين سي سي. اذا التييارات عكس التوترات على اي اثنين سي سي. وكيف يحسبون النتيجة هذه. والش يلقواها. لقواها نفسها عدد لفت ملف ثانوي على اي اثنين على اي واحد. وكما نرى في نسبة التحويل في الفراغ، كذلكavoir قد يلدينا اي اثنين على اي 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 اذا ما نقوله نيسبة التحويل في الفراغ؟ ماذا تساوي؟ تساوي نسبة التحويل في القصر. من بعد ها جمعواcial قريب نكملوا لتجربة القصد قاتلين مقادير مراجعة مقادير مراجعة لطرقة الحساب طريقة الولادة تهاركم في الفارق تشفوا عليها طريقة الثانية تهاركم في القصد بس كون تحسب بتجربة القصد إذن إذن المقادير المراجعة نبدأ في المقادير الأولية إذن RP ماذا يساوي يساوي P1 CC على E1 CC مربع وهذا القانون نجمع من جبنه من جبنه من قانون الاستطاع إذن ضيعة ماذا تساوي تساوي R في E مربع إذن R ماذا تساوي تساوي ضياعات على اي مربع. اذا اير بماذا يساوي? يساوي تجربة القصر والله هي نفسها على اي واحد اثنين سي سي مربع. اذا ناقض مع كتلكة بي معنتها على تيار الاولي والاستعاء الاولي. بي وش معنتها بريمير لازم اولي اولي. راحوا الممانعة المراجعة ممانعة الكلية مراجعة الاولي. بي وش تساوي تساوي توطر الاولي في تجربة القصر على تيار الاولي في تجربة القصر. وهذا قانون درسته السنة الماضية. درست لي توتر شي يسير ممانعا في التيار. اذا ممانعة ماذا تساوي? تساوي التوتر على التيار. وبما انه زاد ممانع المرجع الاولي. المقادرة مش لازم تكون اولية على اولية? هذا بنسبة زاد في. بعد ما عرفت برمي اور زاد في في تجربة القصي نقدر مم mandats الممانعات. اذا اكس بي ماذا يسير? زاد في مربع ناقص اير بي مربع. هذا بنسبة المقادرة المرجعة الى الاولي. يذهب للمقادرة المهمة بزاف. اللي المقادة المرجعة الى الثانوية. اذا راس اجماعة وش يساوي? يساوي بواح سي سي على اثني سي سي موربع. قاد يقول لي شخص واحد اخر يقول لي يا استاذ لما قسمنا لا مدرناش هنا بثني سي سي بسكو السيكوندر. لانه بثني سي سي يساوي الصفر على هذي في البسط اللي اكتبوها بدلاث بواحد سي سي. وبما انه السيكوندر ما عندها تيار وش نقسمه? نقسمه على تيار ثانوي موربع. بنفس الطريقة زاد اس اجماعة زاد اس تساوي توطر اولي في تجربة القصر على اثني سي سي في ام زير. اذا قاد يقول يا استاذ لما كتبناش اثنين سي سي لانه توطر في تجربة القصر يساوي سي خطر ولو نكتبه بدلالة ا ا سي سي على هذين نضربها في ام زير. اذا زاد اس ماذا يساوي? يساوي توطر اولي في القصر على تيار الثانوي في القصر في نسبة التحويل. واخر حاجة اللي هي اكس اس نستنجوها من مثلث الممناعات تساوي جذل الوطر مربع ناقص المجاور مربع اذا مش تساوي جذل زيد اس مربع ناقص ارس مربع وهنا جمع زيناء كملنا تجربة القصر وهنا يا ونحن رحو ارحو اخر تجربة واللي هي تجربة الحمولة بالنسبة لتجربة الحمولة قاد يجي سؤال اكمل تجربة القياس قبل ما نكملوا تجربة القياس ونحن ندير نفس الخطوات ونحن نفهموا تجربة الحمولة والشيهية وبعدها نكملوا الرسم التاحه ونكملوا الملخص هاي يا جماعة كما كم تشوفوا هذا المحول خاصة اس تاعة مئتين وعشرين سلاش اربعة وعشرين بحن نديروا تجربة الحمولة اول حاجة نجيبوا مصدر متناوب مئتين وعشرين فولت ايوة وش نديروا ملف الاولين عبطوه بمصدر متناوب اللي هو مئتين وعشرين فولت اما ملف ثانوي سنجيبوه لكم حمولة من قبل انا جبتكم مصباح نجيبتهاكم بطريقة هذه بها رسم يكون واضح اذا ملف ثانوي باش نربطوه نربطوه بالحمولة اوكي من بعدها جماعة ملف الاولي هذا كي تغذى احي مدليه تيار تيار هذا يحي الواشعة الواشعة كي تمدلها تيار كهربائي متغير وش حتمدلك قطوط حقل مغناطسية متغيرة هذه الحقوق يوجهها دارة مغناطسية الى ملف ثانوي ملف ثانوي حيدي طريقة العكسية قطوط الحقل المغناطسي متغيرة حولها الى قيمة التوتر متغير اذا في هذه الحالة الحمولة يوصلها التيار ويوصلها التوتر اذا بنسبة ملف الاولي بما انه يمطسى التيار هذا التيار ش نسميه تيار اي واحد ما نزيدوش اضافة منح يوجه ممطهي مقادئة ته على الحمولة ما نزيدوش اضافة هذا تيار اولي وهذا الملف يتغذى باتوتر كثيروية ٢١ فولط نسميه توتر الاولي وبما انه عندي تيار الاولي توتر الاولي حيvordan ملف يمطسى استطاع الفعال نسميه بي واحد هذا بنسبة الملف الاولي احنا قد نحتاجد ريفا تلاتة بنسبة الملف الثانوي بما ان الحمولة تفصلها التيار معنتها ملف ثانوي يقدم تيار للحمولة نسميه E2 وبما ان الحمولة تتغذب توتر اذا كيف نقول الحمولة تتغذب توتر اي 2 اللي حيكون عادة 24 فولت وبما انه عندي تيار ثانوي وعندي توتر الثانوي والحمولة احتمتص استطعاء مفيدة إذن P2 ما نسميه سميه 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 س ووات متر واحد. بالنسبة لملف ثاني كذلك عندي ثلاث مقادير غير معدومة. وش نحتاجه اون بيرمتر اثنين ووات متر اثنين ووات متر اثنين. هيا نبدأ ونركبه. اذا اون بيرمتر يوصل على تسلسل بهذا الشكل. وش يحسب لي هذا اون بيرمتر? يحسب لي التيار الاولي. اما يربط على تفرع. وش يحسب لي? يحسب لي التوتر الاولي. اما وات متر فيه اربع اقطاب. قطبين الول والثاني نربطهم على تسلسل. والقطبين اللي يبقى ونربطهم على تفرع ويحسب لي يحسب لي بي واحد طريقة تجربية. بي واحدة. نقدو نحسبها بطريقة رياضية. اذا كنا نعطيكم القانون التاح. اما اثنة اجهزة اللي يبقى هنا. جهاز اون بيرمتر اثنين. نرطوهم ما بين طرف اللول الحمولة وطرف اللول التاع الوشعة. بيحسب لي التيار الثانوي بهذا الشكل. اما جهاز فولت متر يوصل على تفرع بين قطبي الوشعة والله بين قطبي الحمولة بيحسب لي توتر ثانوي. اما وات متر يوصل على تسلسل قطب الأول والثاني بيحسبه للتيار وقطب الثالث والرابع نربطه ما بين طور والحيادي إذن واطمة الثنين وش يحسب لي يحسبي بي ثنين هذه بنسبة التجربة إذن وش هو الهدف من تجربة الحمولة هو حساب هبوط في التوتر في الثانوي إذن دلتا اثنين اجمع اذروني هنا دلتا اثنين وش يسوي عشرين ناقص اثنين إذن تجربة الحمولة وش هي حالة انتقالية من تجربة الفرق إلى الحمولة كما شفتم من قبل اثنين صيف وش يناه من قبل اثنين خمسة وعشرين فولت مجرد تركب الحمولة توطر يهبط ربعة وعشرين فولت إذن تركب الحمولة يهبط التوتر إذن أول حاجة يصرف تجربة الحمولة هبوط التوتر الثانوي ولم يقدر تعود لتا اثنين ماذا يسوي يسوي عشرين ناقص اثنين كذلك تجربة الحمولات ساعدنا في حساب إصطاع الفعالة الملف الأولي والملف الثانوي كما هنا واضح من تجمع يحسب لي P1 هذه الطريقة اسمها طريقة تجربية ميلو كان يقولك تحسبها تقدر تحسبها بطريقة رياضية إذن P1 إذن P إصطاع الفعالة ماذا تساوي؟ القانون تحقلتها في السنة الثانية تساوي التوتر في التيار في كوز في بما أن هذا الملف توتر A وتيار تعوي E A وعنده كوز في واحد إذن P1 ماذا يساوي؟ P1 ساوي توتر الأولي في تيار أولي في كوز في واحد أما ملف الثانوي P2 هذه الإصطاع المباشرة نقدر نحسبها بوط متر ولا نقدر نحسبها بطريقة رياضية إذن P2 باش تعلق بتوتر الثانوي والتيار الثانوي كوز في اثنين إذن P2 لو كان نجون حسبات يساوي توتر الثانوي في التيار الثانوي في كوز في اثنين كوز في واحد وكوز في اثنين جماعة ما عندما لدي مش علاقة بعضها أوكي هنا كمنا تجربة الحمولة رحو نرجع للملاقص تحتنا لو كان يجيك السؤال يقولك كمنا لتجربة القياس للحمولة كيف تعرف بلي تجربة الحمولة تلقى فيها ستة أجهزة إذن نبدأ في الملف الأول فولت متر واحد يربط على تفراء بيحسب لي توتر الأولي أمبير متر يربط على تسلسل بيحسب لي تيار الأولي فولت متر واحد يربط على تسلسل وقط بيتعو يربط على تفراء بيحسب لي واش يحسب لي P1 استعال فعالة منتصة من طرف ملف الأولي رحو الملف الثانوي جهاز وولت متر اثنين يربط على تفراء بيحسب لي توتر بين الطرفي الحمولة يحسب لي U2 وجهاز أمبير متر اثنين يربط على تسلسل بيحسب لي تيار الثانوي وجهاز واط متر اثنين يربط على تسلسل قطبين هذين ربطهم على تسلسل وقطبين هذين ربطهم على تفراء بيحسب لي P2 هذه تجربة القياس تلقى الحمولة هيا نكمل وش معا إذن وش هو الهدف من تجربة الحمولة؟ الهدف الاول هو حساب هوبط في التواطر وملف publicly motivا shot它 يتبدل. فك Bertiech tú. لانه في تجربة الفرق E20 سيكون توتر اعظم يكون اكبر قيمة يصلonents له كما هو المرة على Tre Rechts y P30世. انت تركب الحمولات يهبط قيمة صغيرة. إذا سحنا في هذه الحالة. وإذا ان يأتي في التواطر後 يموسون a200 ملف ثانيس. ملف ثانيسبه يفعل لتجربة الفرق على توتر اعظم في تجربة الفرق أو ارتفع أو ارتفع اذنين سيفر. ناقص توطر ثانوي في الحمولة. وهذا القانون هم considerations لديه احتمال ثاني في تواطر ماذا ي sack? يسوي اي 2 بما ان كل شي mes ganz mitad تهدي جهاز مس Var 2S وسay ب jung overlpflicht كيف يسوي تيار ثانوي في قص فيه اثنين اجمع ماشي فيه واحد زايد ولا ناقص franc فيه اثنين اذا اقولكم زايد ولا ناقص على حساب مقدار فيه اثنين. قادر ايكون زاوية موجبة احيكون مقدار هذا يكون موجب اذا كان زاوية سائلة حياخرج السائل GUY مناك من تلاحظوا جمع الحمولات قادرة تكون سعاوية ولا حثية ولا مقاومة. كان واحدة ملاحظة اذا كانت حمولة مقاومية وشه هيكون عندي احيكون عندي فرقة الصفحة فيه اثنين يساوي سفا درستها السنة الماضية. كنت عد فيه اثنين تساوي صفر يا جماعة. سني الصفر شي يساوي? يساوي الصفر. وكسف هذا الصفر شي يساوي? يساوي واحد. اذا القانون هذا يصبح يصبح هذا القانون دل هبوط في التوتر يساوي تيار ثانوي في ايرس. هذا القانون يا جماعة صالح فقط في الحمولة مقاومة. عليها حذاري حذاري حذاري. يعني كنت تحفظوا هذا القانون طويل بها ما تغلطوش. هذا بنسبة الهدفة الاول. هنا اجماعة ما نبقى ناش بزاف ونكملون ملاقص ما تخلقوش. ما بقاش بزاف مراجح تمتعوب بالتمارين. هيا رحو نشوفوا الهدف الثاني في تجربة الحمولة اجماعة. الهدف الثاني هو اهم هدف وهو حساب المردود. بحن نحسب المردود اجماعة ديما اول حاجة نرسم الحصيلة الطاقوية. وش هي الحصيلة الطاقوية هي عبارة عن شجرة. هذي شجرة جذع التاحة في البداية. وش يصار له هذا الجذع يبدأ ينقص. كل ما تكبر الشجرة تخرج الاقصار. وهذا الجذع او شي يصار له يبدأ ينقص. حيث الجذع هو الاستطاعات. والاقصار والتفرعات هي الضيعات. اذا في هذه الحالة. وش نديره? هاني نجيبكم محاول بها تفهمه هنا. اذا محاول هنا. ملف الاول يمتصل استطاع بي واحد. معنى بي واحد هي هي المدخل والمخرج ما هو هو بي ثنين. ملف ثانوي من استطاعات ثانوية للحمولة. اذا هذا الارتفاع ماذا يمثل? يمثل بي واحد. اذا نكتب بي واحد و بي واحد عرفنا ما شه يساوي تسوي توتر اولي في التيار اولي في قوز في واحد. من بعدها جماعة المحاول هذا? وش فيه في الدارة مغناطسية? وهذه الدارة مغناطسية وش فيها فيها الضيعات الحاددية. هذه الاستطاعات رحت ينقص منها جزء بسبب الضيعات الحاددية. اذا هذا الجزء الصغير يسميه بيرتفير واللي عرفنا هو نفسه بي واحد صيفا. لاحظوا الاستطاعات نقصة. كما تلاحظوا بي واحد نقصة ماشي كما امتصل ملف الاول بسبب الضياعات المغناطسية. بنفس الطريقة كما كنتلاحظوا الوشائع هذا وجماعة ملف الاول ملف ثانوي فيه وشائع. والوشائع فيهم ضياعات بمفعول الجول. اذا هذه الاستطاع اللي بقاتل حزين ينقص منها مقدار صغير. هذا المقدار الصغير وش نسميه جول. ويساوي نفسه بي واحد سيسي كما شفنا في التجربة. وهذا المقدار الصافي هو اللي حيتقدم للحمولة. يعني الحمولة حتمتص هذا المقدار الصافي ادخالي من ضياعات. وهذا المقدار ينسميه ساميه 비 اثنين. وONG نجمع ماذا يساوي حتى يتعلق بتيات التوتر ثانوي بتيات ثاني وكوز في اثنين. وفي اثنين نجمع نقدر نستنجوه من الحصولة الطاقوية. هذا الارتفاع اللولي الازرق ماذا يساوي? يساوي بي واحد ناقص برتفار ناقص برتجول. ولا نقولوا بي اثنين ماذا تساوي? يساوي بواحد ناقص ضياعات الموجودة في المحول إيجد ذلك مع روح ال� себاعة المردود إذان ماذا يساوي المردود يساوي المخرج على المدخل المردود كما نسبة النجح في الباكالوري مثلا نقnguloها بلزอะไร40 المدخل هو ُ٠ ونسبة الأ Pilotsه وأنتم نجحه 30 إذا نسبة ناجح ماذا تساوي نائحين س Avens headlights لتلتائه على ٤٠٥ إذا المردود هنا جنوبه الجنوبه ومن ثاني هو الوب lifts جنوبه هو PLπ1 جنوبه هو المخرج released إذا مردود ماذا يساوي P2 على P1. وعادة أن نجمع P1 ما يمتلك كوز P1 ما تقدرش تحسبها. إذا في هذه الحالة مردود تكتب بدلالة P2 في البسطة وفي المقام. إذا وش يساوي؟ يساوي P2. وعرفنا P1 ماذا تساوي P1 شمعها؟ P1 وش يساوي P2 زيد برجل زيد برجل زيد برجل. إذا هذا الطول الكبير هذا P1 وش يساوي؟ يساوي الخط الأزرق زيد الخط الأخضر الأول وزيد الخط الأخضر الثق. إذا فيها المبسط لكم أعطيتها لكم بالألوان. إذا استطاع المنتصة P1 باللون الأسفر والاستطاع المفيدة بلون الأزرق؟ واذا يعطي على تشاطتكم بلون الأخضر؟ إذا هذا الطول الأصفر ماذا يساوي؟ يساوي لون الأزرق زيد لون الأخضر أول زيد لون الأخضر الثاني. إذا نكتبوهему P1 ماذا تساوي بقاء الكبير pi 2 زيد برجل زيد بالرجل. ترى ما يحدثون pleinهQ؟ إذا هذا هو こcribed THE1 وهذا كان P2ep2 من أجوال أغلب المزارقة. وهذا اللون الأخضر اللي هو بيرتفير وهذا بيرتجول هنا رأي واضحة إذن بي واحد ماذا تساوي ارتفاع بي واحد وش يساوي يساوي بي اثنين زيت بيرتفير زيت بيرتجول ان شاء الله وصلتكم فكرة رحولي بعدها جماعة المحاول قادري يمتلك مردود أعظمي واشي الشروط اللي تديرها به المحاول يمتلك مردود أعظمي طريقة بسيطة جدا واشي لازم لازم بيرتجول تسويها بيرتفير مع انت قيمة قيمة لما دهلك بيرتجول لازم تساويها بيرتفير لأن بيرتفير هي قيمة ثابتة بيرتجول ليتقدر تتغيير فيها اذا في المحاولات في الملف الاولي وملف الثانوي اشتركوا غير في حاجة واحدة اشتركوا في الاستطاعة الظهري مستحيل أنك تلقى P1-P2 بسكو محاول حقيقي وأي محاول حقيقي فيه ضيعات مستحيل تلقى استعال RTK-C1-P1-RTK-C2 لأنه محاول حقيقي وليس مثال مي كان حاجة واحدة حيث تساوي فيها اللي هي الاستعال الظاهري إذا الاستعال الظاهري S1 تع الملف الأولي تساوي الاستعال الظاهري تع سنين عدو نربلها S1 فقط إذا وشح نقول في هذه الحالة استعال الظاهري ماذا تساوي؟ تساوي توطر الأولي الاسمي في الملف الأولي في التيار الأولي وتساوي توطر الثانوي الاسمي في الملف الثانوي في التيار الثانوي الاسمي وعلى باقي من الاستعال الظاهري عنها قانون تساوي توطر في التيار وهنا ما كتبتكمش الآن بها ما تتلفكمش اللي كان زيد الآن ممكن ندوهكم إذا توطر الأولي الاسمي هو نفسه توطر الأولي في الحمولة لأنه يخدم المحاول لتلك الحمولة وهنا جماعة كملنا ملخص وشرحتكم كل شي بتفصيل بقاونا شوية قوانين منش يحب ندرهاكم في هذه الحصة عندهاكم في حصة التمارين كل ما ندرسوا التمارين زيدوا بقانون جديد والحصة الجي يا جماعة كنجون حلو التمارين لازم تجيبوا الملخص تاعكم باسكو هذا الملخص صحي ساعدكم ما تقدش تحل التمارين وانت مع لبلكش القوانين مراجلو لا استخدم الملخص في السلسلة الثانية تعتماري ما استخدمش الملخص وهنا جماعة وصلنا لنهاية الحصة الخاصة بملخص القوانين هي حصة 53 قونات الحصة سنحاول ننشرهم في أقرب وقت إن شاء الله وما تنسوش أجماعات بارتاجي والفيديو وما تبخلوش زوم لأكم بهذه الفيديوهات اشتركوا في القناة